السلام عليكم فيديو جديد من سلسلة كلام وبس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة في اغنية لسه نزلة حالا جديدة انا عمل انا واخوية اسمها اللعبة اتمنى انتوا تدخلوا وتسمعوها وتقولوا رأيكم في الاغنية ويتمنى عليها اللايك وتشترك في قناة الاغاني الاغنية تلاقوها في اول الديسكريبشن وابمنى انتوا تدخلوا وتسمعوها يلا بنا نبدأ فيديو النهاردة تعرف على ضيوف برنامج رامس جلال هذا مكان التصوير تم تصوير البرنامج بالكامل في امارة دبي وانتهى فريق العمل من كافة الحلقات قبل غلق المطارات وتعليق الصفر بسبب انتشار الفيروس الخطير اما عن قائمة الضيوف منهم ياسمين صبري امينة خليل ياسمين رئيس حموبيقة اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك وطرق حامد لاعب نادي الزمالك وعلي معلول لاعب نادي الاهلي كان برنامج اي تي بالعربي كشف بعض اللمحات التي من الممكن ان تعطينا فكرة عما سيدور حول البرنامج فمن المقرر ان يصديف رمز جلال ضيوفه على كرس الاعتراف ويستعين في ذلك بالفنانة والاعلامية اروى الفنانة اروى ستدعو الضيوف لاجراء برنامج حواري معها داخل استوديو مجهز بعدد من المقالب وفي البداية يتم وضع متسابق على كرس الاعتراف التي يتم خداع الضيوف بها وتبدأ اروى بتوجيه الاسئلة له لبعض الوقت وفي الفقر المنتظر يتم سؤال الضيوف عن رأيه في صور لسلاسة شخصيات والثالثة ستكون لرمز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيوف ومن المقرر ان يستمر اللقاء حتى مع ظهور رمز لتظهر مقالب اخرى بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة وعندما يغادر الضيوف الاستوديو يفاجأ بمقلب جديد ويستعين رمز جلال بمجموعة من المقالب المتواجدة في الملاهي ويصل الامر لزرواته مع استخدامه لحيوانات مخيفة اللهم بلغنا رمضان وبس كده نكون هنا وصلنا لنهاية الفيديو بانك كون عملت لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجاية الجديدة وبس كده